موسيقى ما ان تناهى لمسامعهم ان التقرير الطبي ارجع سبب الوفاة الى الانتحار حتى خرج اهل الشاب نجم العزيزة برفقة من سندهم من اهالي مدينة الرمثة للاحتجاج على التقرير باغلاق الطريق الرئيسي المؤدي للمدينة باستخدام الاطارات المشتعلة والحجارة مؤكدين ان ابنهم اعتقل ثم قتل تحت الدعذيب رافضين لكل الروايات الحكومية غير المنطقية ومهددين بالتصعيد في حال لم يتم الكشف عن قاتل ابنهم على حد قولهم خنقوا وخنقوا واحد طويل منهم حطوا على ظهره وربطوا بحبل وشلوا على ظهره وخنقوا وقول لك زنازلنا بها هذا عودة بتلاقي بها عودة بتلاقوا فيها ما بتلاقواش فيها عودة شالوا على ظهره وخنقوا على ظهره وغيرها ما عنديش ابني برقبة الملك اللي يوخذ لحقي وبس غير هيت يجيني حقي بأسرع وقت ابني عفا بالثلاجة فوق ما خنقوه وعذبوه وعفا بالثلاجة ما بقبرش ابني إلا بلا ما يصني حقي قبل ما أقبره وبرغم كل التعهدات الحكومية والتي جاء أبرزها على لسان رئيس الوزراء والذي شدد على ضرورة كشف الحقيقة إلا أن الأمور عادت للاشتعال مجددا ما بين فترات التهدئة وأخرى للتصعيد ما زال أهالي مدينة الرمثة ينتظرون كشف كامل الحقيقة حول مقتل نجمهم خبر الوفاة الأولي والذي أصدره الأمن العام رفقته أعمال احتجاجية تمثلت بحرق مديرية الأمن العام والمتصرفية في قلب مدينة الرمثة استنفرت على أثرها قوات الدرك لتندلع بعض الاشتباكات الليلية بين الأهالي من جهة وبين الدرك من جهة أخرى فالرواية الأولية للأمن العام والتي أكدت وفاة النجم منتحرا باستخدام بطانية كانت الشرارة التي بدأت في أعقابها أعمال العنف الرواية ضعيفة الرواية الرسمية شاب يختفى من يومين معتقل يتم اتصال بأنه أقدم على خنق نفسه وحقيقة هناك تشكيك واسع في شوارع الرمثة وفي الشارع الرمثة بهذه الرواية إذن فهي مسافة شاسعة تفصل بين كلمتي القتل أو الانتحار ويبقى القول الفصل على طاولة الرئيس الذي قال أن كشف كل ملابسات هذا الحادث الأليم دين في رقبته ربيع الصعوب لبرنامج دنيا الصحافة